كابتن سيد مدير الكورة مدير الكورة في النادي الأهلي حاجة مهمة جدا من أول ويمكن اكتسب هذا المنصب أهميته لظروف النادي نفسه لما نلاقي أنه لغاية سنة 80 لم يرأس النادي الأهلي هذا النادي العملاق في كرة القدم أي لعب كوروي سابق بداية دخول لعبته الكورة لإدارة النادي الأهلي على رأس القيادة كانت كابتن صالح في عام 80 قبل منه على طول كلهم شخصيات عامة جدا شخصيات مرموقة في المجتمع رموز حركة وطنية كبار منذ البداية النشأة طيب إذا كانت كرة القدم بدأت مع النادي الأهلي بعد سنتين ثلاثة من نشأته مين اللي حيديره الكورة في ظل وجود شخصيات عامة وطنية كبيرة معظمهم كانوا وزراء السابقين وهم ناس مش بتوع كورة فكان استحداث منصب مدير الكورة أو كان بيتقال ده سكرتير الكورة زي ما فيه سكرتير للباسكت سكرتير للهندبول وكل الألعاب وده النادي بيعتبره رئيس كورة القدم في النادي الأهلي المسألة تكررت في رموز كتيرة جدا في كورة القدم في النادي الأهلي طبعا الرمز الأنصع والأكبر في تاريخ النادي الأهلي كورويا كابتن محمود مختار التيتش التيتش رمز كبير جدا لإدارة الكورة في النادي الأهلي كابتن علي زيور ثم كابتن صالح سليم ثم الكابتن حسن حمدي ثم نجوم كتير جدا في مراحل مختلفة عشان ما ننساش حد فاكتسب هذا المنصب أهميته لطبيعة الهيكل الإداري بتاع النادي كابتن سيد عب حفيظه أنت بتديره الكرة من هذا المقعد المهم تعملت معادة كبير من المدربين الأجانب والنهاردة بدأت تجربة جديدة كلمنا عن تجربك أنت سبع تمن مدربين مش كده ما بين مصريين وأجانب الأجانب حوالي خمسة كان مصر مانويل جوزي وأعتقد أننا استفدت منه جدا جدا في البيت المشور ما هنوفمع عندي مانويل طبعا لأنه أنت كمان كان لقى كنت لعب معاه مظبوط وكان عندي كمان باسيرو وكان فيه مارتنيول وكان فيه لسارتي وأخيرا يعني رنيفا رنيفايلر بدايتك مانويل جوزي مانويل جوزي انت لعب معاه في 2001 واحد واحنا رجعين من الكاس العالم في اليابان فاكر أنت عالطيارة وأخدت القرار أو فكرت فيه بمعنى صح فكرت فيه أنا في بعض الأوقات ما ينفعش تضحك على نفسك فيه أوقات تحمس نفسك وتدي أمل لنفسك مع صعوبته لكن فيه وقت من الأوقات لازم تكون صراح جدا مع نفسك أنا كان عندي إصابة شديدة أوي ما كانت معطلني كتير جدا وكان إحساسي بنفسي وذاتي مش أنت يعني أدائك مش هو المعتاد يعني فوصلت كان تقريبا من كنت 28 سنة قرار مستهل يعني صعب طبعا كل حاجة لكن كان لازم يتاخذ يعني فأخذت القرار الغريب أن أنا مكنتش على الفكرة في حطة في مغ أبداً للحطة الإدارية إطلاقاً خلص يعني ولا حتى التواجد في حطة الكورة عن مثل يعني أنا كنت أحس أن أنا ممكن أبعد شوية يعني وساعات بميلي كده على فكرة فيها وقت مهم أن أنت تبعد شوية يعني ما تبقاش موجود في المنظومة بشكل يعني يعني تاخد يعني راحة أكتر ممكن تبقى أيام شهور بس ده بتبقى مطلوبة يعني تماما كنت أحس أن أنا ممكن أعمل حاجة خاصة لي يعني وأبعد عن المجال لحد ما في يوم كابتن محمد رمضان وده برضو من حظوظي كويسة أن أنا بدأت معاه كشغل يعني فكر إدالي على 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 مستوى بدأت معاه في المنصورة لأكاديمية لأكاديمية وربنا يعني داني هداية أن أنا اشتغلت معه كان رائع جداً جداً في المنصورة عملنا شغل كويس اشتغلنا بالخص بشكل كويس قوي وبعد كده تم اختياره كمنصق للجنة الكورة في وجود عملقة الإدارة الرياضية كابتن حسن حمدي وكابتن طار السليم الله أرحمه وكابتن محمود الخطيم ودي كانت سنة وشهر تقريباً يعني من عشرة 2009 لحد نوفمبر 2010 كانت سنة وشهر تقريباً يعني أعتقد أنها اكتصرت من حياتي حوالي بتاع 20 سنة ولا حاجة يعني إزاي تدر أزمة إزاي تتعامل مع مشكلة إزاي تواجه خصوم إزاي تتعامل مع منافسين إزاي يعني تخف الضغط على فرقتك ونديك وإزاي تصدر الضغط لمنافسين تحترم كل الأدات الإعلامية أو الأدات الإعلامية بكل حتى لو اللي بينتقدوك أو رأيهم يعني ما فيش أي مشكلة إطلاقاً خالص يعني حتى لو كانت فيها بعض الأمور الشخصية يعني فيها ستقولك يعني أنا بزع لما الموضوع يبقى شخصي خلاص هو رأيهم يعني مش هتتخنق معايا يعني فأقول له الآخر بيجمعنا وقت يعني هو هيروح لحال وأنا هروح لحال يعني تعلمت حاجات كتير جداً من ده لما مسكت مجر كرة بعد كده أعتقد أننا يعني برضو حاجات تباني أنها صعبة قوي لكن فديتني جداً يعني أنا كنت موجود طبعاً في اليوم المشؤوم والسويد اللي بتاع بورسعيت بورسعيت كنت موجود في أحداث مالي كنت موجود في أحداث كتيرة خاصة في في أوقات كانت صعبة على البلد بشكل كبير جداً في فترة زمنية يعني أنت كلنا عارفينها أكيد إدتني خبارة كبيرة جداً كنت موجود مع مجموعة من اللعيبة ساعدتني جداً دائماً كنت أقول عليهم من الأوقات اللي أنت بتستاني دليه مجموعة من اللعبة كبيرة كان يشرفني أن أنا أكون موجود معهم زي بركات زي أبو تريكة زي وقل زي وقل الجمعة زي مجموعة ممتدة بقى لحد دلوقتي أحمد فتحي وليد سلمان حسام عشور طبعاً أعماد متعب مجموعة من الأسماء الكبيرة جداً اللي كان لها دور كبير قوي قوي في مساعدتك في بعض القرارات وأنا قرعات الشخصية أن المسؤول ما يقودش تكلم كتير يعني مش كل يوم كل يوم كل ساعة كل ثانية كل ده بيدي لقوة المسؤول أساساً يعني نوع من الضعف صحيح تمام فمهم ما هو أنت تستخدم بعض اللعيبة تمام تقربهم منك بشكل كويس قوي ممكن هم اللي وصلوا رسائل للعيبة جديدة أو رسائل للعيبة صغيرة فده ساعدني جداً يعني أنا طبعاً لو نسيت حد يعذرني لكن في النهاية شريف إكرامي طبعاً والمجموعة ككل اللي موجودة يعني طبعاً بدايتك في إدارة الكورة مع منول جوزيه أنت 2001 لعب مع منول جوزيه ثم بعد كده مدير كورة معه بتفرق أن أنت تشتغل مدير كورة مع مدرب سبق أن أنت تعاملت معه وانت لعب طبعاً يعني أولاً أنا شخصية المدرب الشخصية المدرب مع الفرق الكبيرة بتفرق جداً تفرق جداً إدارته زي ما قلت لك للفريق إدارته للمباراجات إدارته للإصطاف اللي معاه إدارته للجهاز حتى الطبي إدارته للمنظومة ككل إدارة الفريق كل واجبات بيحددها من خلاله ده مهم جداً جداً بيخف كتير جداً من الضغوط اللي موجودة حتى الأزمات اللي ممكن تحصل ولا حاجة بتبقى بالتنصيق معاه يعني فيه وقت من الأوقات ما يبقاش الموضوع عندك طبعاً كان مستوى إداري أو حاجة خاصة بالأمور الإدارية لكن يبقى فيه دايماً تشاور وتحور كبير جداً مع المدير الفني في كتير جداً من الأوقات بتتكلم معاه بتتكلم معاه في حاجة لائحية بتتكلم معاه في وقت معين طب نتم تأجيلها دلوقتي حتى لو فيه بعض الأوقات هتتكلم مع أمور تفاوضية هل نبدأ دلوقتي ولا أنت عندك رؤية تانية طب نأجلها شهر طب نأجلها أسبوع طب نأجلها أسبوعين كل ده عمل جماعي فمهم جداً أن يبقى فيه تواصل معاه مانويل جوزي مارتنيول أعتقد بسيرو أقول لك الترتيب يعني أنا بدأت أول حاجة مع كبتن زيزو وبعد كده مانويل جوزي وبعد كده حساء كابتن حساء البادري وبعد كده كبتن محمد يوسف وبعد كده بسيرو وبعد كده كبتن زيزو مرة تانية وبعدين مرتين وبعدين كنت عيساء البادري مرة تانية وبعدين أخيراً مرتين لسارتي وريني مدير الكرة مع مدرب خواجأ يفرع عن مدير الكرة مع مدرب وطن لا أنا ما بتفرقش معايا مني اللي في البوزيشن خالص أنا دوري عارفه كويس قوي طب إيه دورك؟ عشان برضو الناس تبقى شايفة الصورة إيه حجم دور مدير الكرة في فريق النادر إداري بحث إداري بحث آه طبعاً الأهلي له هوية ولو شخصية معينة آه له تاريخ الناس عرفاه يعني ممكن ممكن في بعض الأوقات الناس استغربوا أو الناس حفظوا كل حاجة وبعض الأوقات الناس تقولك لا يعني يعني أنت بتكلم في عصر غير العصر وزمن غير الزمن في بعض محتزة محتزة محتز محتين محت آه آه تذكرتين آه مع بعض الفروق اللي بتحصل في العصر آه تمام يبقى فيه حاجات محدثة بتحصل نوع من آه تقدر تغير في العيحة آه حاجات بتستجد بالنسبة لك تقدر تتعامل معها لكن المبدأ لازم يكون ثابت آه مبدأ الأهل لازم يكون ثابت آه فبتتكلم مع الرجل من بداية آه الموسم بتتناقش آآ معاه مين اللي على رأس الجهاز الفني بقى أنا ما ببصش الاسم أنا ببص آه طبعا ببص إن ده مدير فني للنادي الأهلي آه تمام يعني إنت لو سألت كل الناس اللي أنا اشتغلت معها قلوا مثلا يعني كان معنا كابتن محمد يوسف كابتن محمد يوسف اشتغل مع آآ جوزي تمام قلوا في يوم من الأيام إنت سايد تتعامل مع جوزي بطريقة وتعامل معك بطريقة تانية هيو لك مش هتلاقي الفرق مش هتلاقي الفرق ده مدير فني فبتتعامل معه إنه هو المدير الفني آآ والخواجة بيقدر آآ دور مدير الكرة عندنا طبعا لأنه ده ممكن يكون مش موجود عنده كتير هي بره بمسمة تاني يعني ده المدير الرياضي بره بمسمة تاني بس عنده سلطات أوسع شوان آآ بمسمة تاني يعني لكن أعتقد إن ما فيش ما فيش شكوى أو ما فيش حاجة يعني اختلفنا ممكن يبقى فيه وجهة نظر العقوبات كاملة بتاعتك أنت كمدير كمدير العقوبات اللي هي خاصة بالأمور الإدارية آآ الأمور التنظمية الأمور السلوكية آآ لكن فيه ممكن يبقى مدير فني يقولك أنا النهاردة الأداء مش عاجبني تمام مثلا يعني آآ تمام الأداء مش عاجبه أو في لعب أخطاء أو في لعب أخطاء تعليمات ما تنفذتش كل دي خاصة بالمدير فني برطة اللي هي حابة تتنفذ حرفيا طبعا أنا خلي بالجأ يعني أنا ما عنديش حط تتاخر مثلا دي فأقولو تعالى أنت�� مخصوم لكنك عشرين أفينيه Flat Zero أليس نظر مدرسي لا لا خالص وه до كمان ما بيحصلش عندين تمام لكن لو حصل لو اخت تتأخر ديالتين تلاتة هو عارف كويس قوي أن يعني مباشر أوتوماتيك على طور آآ